حراك دبلوماسي للسلطة نحو مجلس الأمن يرافقه تعديلات على نص مشروع القرار المقدم لإنهاء الاحتلال بسقف زمني خلال عامين مشروع لاقى رفضا فصائليا حماس اعتبرت أنه لا يمثل الفلسطينيين ولا يحظى بأي غطاء وطني كما قالت صيغة القرار هي تلبي المعايير والاشتراطات الدولية بالدرجة الأولى خصوصا العامل الأمريكي وهو ما يعني انتقاصا كبيرا من حقوق الشعب الفلسطيني هناك تهديد لحق العودة هناك تهديد لمكانة القدس أيضا هناك تهديد لموضوع إمكانية إزالة المستوطنات من الضفة الغربية لأنها تعطي الاحتلال أمدا حتى عام 2017 تخوفات حذرت منها أيضا الجبهة الشعبية وفصائل أخرى والتي أبدت الرفض لتعارض محتواه مع البرنامج الوطني صيغة القرار المهدلة وفق الرؤية الدولية تلغي ثوابتا أبرزها عودة اللاجئين تجاوز وحدة الأرض من خلال قبوله بتبادل الأراضي وتجاوز وحدة الشعب من خلال رفضه لحق العودة نعتبر هذا المشروع هو بداية تصفي بشراك فلسطينية وهنا تكمن الخطورة نحن ضد هذا المشروع ونطالب بفحبه النص المعدل للقرار لا يعطي سيادة لشعب على أرضه ولا يعيد سكانا هجر قصرا ويقر بيهودية الدولة إلى جانب مصير القدس كعاصمة مشتركة ويتعاطى مع ملف الاستيطان بضبابية عدا عن إقراره مبدأ مبادلة الأراضي ما يدفع بالقضية تجاه تسوية لا ترقى إلى الحد الأدنى للحقوق الفلسطينية مشروع يراد إقام كيان هزيل فلسطيني ضمن احتلال دولي استقدام قوات دولية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية سواء الغربية أم الشرقية وتمرير هذا الموضوع كمقدم لخلق حالة من التطبيع الاقتصادي والسياسي والأمني ما بين إسرائيل والدولة العربية وهذا جوهر مشروع بيريس رفض فصائلي لمشروع القرار المقدم لمجلس الأمن يكشف حجم الانفراد بقرارات تحدد مصار القضية فالقرار بصيغته الحالية يهدد مصير ثوابت وجدت الفصائل لأجلها لقناة اليرموك الفضائية محمد الأطرش أضفة المحتلة